اشتركوا في القناة فأنا أقف أمامكم اليوم للإعلان بأن المسيرة الرائعة التي بدأناها معا كانت مسيرة رائعة لم يكن تكنت غير مسبوقة وكانت ناجحة جدا بدأناها قبل أربع سنوات وهي لم تنتهي بكل تأكيد حركتنا كمواطنين شجعان وطبعا نحن الآن كرمتنا كأمريكيين على المحك وربما ليس في أي وقت الأمر يتعلق بالأقوياء في واشنطن مهما حاولوا إسكاتنا لن يكون هناك شك بأننا سنكون منتصرين والولايات المتحدة ستكون أقوى وأعظم من أي وقت مضى أود أن أشكر أصدقاء الأعزاء مات ومرسيدس شلاب مات شكرا جزيلا لك شكرا مرسيدس شكرا جزيلا لك وأيضا الاتحاد المحافظين الأمريكيين لاستضافة هذا المؤتمر إنهم يتحدثون عنها في العالم كله في كل العالم يتحدثون عن المؤتمر كما أود أن أقدم حبي واحترامي للرائع راش ليمبو العظيم والذي ينظر إلينا من كثب ويبتسم من السماء إنه فارح جدا وهو يحب كاتلين كاتلين أنت رائعة شكرا جزيلا إنه يحبك كاتلين أنا أقول لك ذلك شكرا كاتلين شكرا جزيلا لكلكم هنا في المؤتمر فأنا ممتن لكم كثيرا ممتن أكثر مما تعلمون نحن مجتمعون هنا لنتحدث عن مستقبل حزبنا ومستقبل حركتنا ومستقبل وطننا الحبيب للأربع سنوات المقبلة الجمهوريون الشجعان الموجودون هنا في الغرفة سيكونون في قلوب الجهود لمواجهة المتشددين الديمقراطيين والإعلام الكاذب والزائف وطبعا أود أن أعلمكم أيضا بأنني سأستمر في القتال والكفاح إلى جانبكم سنفعل ما فعلناه منذ البداية لننتصر نحن لن نبدأ أحزابا جديدة لن نطلق أحزابا جديدة إنهم كانوا يقولون إنه سيشئ حزبا جديدا لدينا الحزب الجمهوري إنه سيتحد سيكون أقوى من الماضي وأنا لن أطلق حزبا جديدا كانت هذه أخبارا كاذبة أخبارا كاذبة دعونا كانوا يقولون دعونا نبدأ حزبا جديدا حتى لا ننتصر نحن لست مهتمين بذلك السيد مكلوكلن أعطاني أرقاما لم يسمعوا بها من قبل نحن أكثر شعبية من الجميع أرقام رائعة ودون أشكرك شكرا جزيلا أرقام رائعة وعطوني 95% و97% و92% قلت إنها أرقام رائعة ودون أشكرك الجميع في الغرفة والجميع في البلاد وحتى في العالم شكرا شكرا دو سنكون متحدين وأقوى منذ قبل وسنقول الولايات المتحدة وسنكافح التشدد والاشتراكية وهذا يؤدي إلى الشيوعية هذا ما يؤدينا إليه في نهاية المطاف ستسمعون أكثر فأكثر مع مستمرارنا في مسيرتنا